ايطاليا 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 عملها 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 المنشيني الكوتشي الكبير الكوتشي المحنك قبل ما اخش في اي حاجة وقبل ما اتكلم على اي حاجة وقبل ما يعني من حال المبروة وتكلم ولا ما لا حاجة بطلب من كل بيتفرج عليا ان هو يشاير الحلقة دي ويبعثها لكل اصدقائه ويبعثها لكل الناس اللي يعرفها. ده طلب خاص مني رجاء ان تتعملوا حاجة زي كده. ليه لان في حاجة مهمة انا عملتها يعني الناس مفكريني ان انا فتح كونان وانا بيع بطاطا. مش عالف هو ليه بصراحة انا فرحان بالتوقع اللي انا قلته من قبل البطولة قبل اي حد وقبل يعني اي حد ما يقول اتكلم في اي حاجة. انا يوم يعني حداشر ستة عملت حلقة قلت مين هما طرفين النهائق ومين هو هياخد البطولة. هنشوف لص من الحلقة ونرجع مع بعض تاني. لكن ده توقعي واحساسي لمنتخب ايطالي في مفاجأة هتحصل في البطولة دي بين منتخب ايطالي وعن طريق منشيني. انها ده ايطالي واسبانيا في الفاينة هنشوف توقعي لا ان المنتخب الايطالي هيكسب وهو اللي هيبقى بطل اليورو في الاخر وبطل يورو عشرين عشرين. ده توقعي? ده كان توقعي وده ترشيحي ان الاتزوري اللي طالب بقيادة منشيني من قبل البطولة ما تبتدي بحدش ابدا اتحدى اتحدى اي حد ان هو توقع الاتزوري الايطالي كله قال لك فرنسا بالسكوادر اللي بوجود كله قال لك المنتخب الالماني لا في مفاجأة هتحصل كله قال لك لا البطولة دي بطولة عشان خاطر الملعف فوينبل بطولة هتبقى انجليزية ناس كتير قيت لك لا البطولة اسبانية اللي وسن ريكي بالكلام ده المنتخب الايطالي كله عارف ان هو طلع من كس العالم وعارف ان منشيني جاي بيبني فلقة جديدة والعالم كلها لعبة صغيرة حدش ابدا يعني من نظر الشخصية من خلال متابعيتي ووريتي الصفحات وقنوات اليوتيوب كلها حدش ابدا اتحدى اي حد قبل البطولة رشح الاتزوري الايطالي وقال المنتخب الايطالي هو ياخد البطولة كده كمان في حاجة قبل المباراة قبل المباراة برضو خلا نشوف يعني انا مبارح قلت ايه في كلامي قبل المباراة وطريقة لعبة والتشكيل هيبقى ما بين الفرقتين عامل ازاي خلا نشوف انا قلت ايه برضو ونرجع برضو مع بعض تاني وازا اتكلم على فنيا ساوس جيت هبتدي بيه الاول ساوس جيت انا هحاول اخش جواد ماغه انا ساوس جيت يعني في ماطش زي ده انا هاخش جواد ماغ ساوس جيت توقعي بنسبة تسعين في المية خمسة واسعين في المية هيغير طريقة اللعبة بكرة وهيالها بطريقة تلاتة اربعة تلاتة زي ما عمل قدام منتخب المانيا كل مدبرات في اليورو لعبة طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد ولكن قدام المنتخب المانيا اللي يركز كده مع ساوس جيت زي ما انا كنت مركز معي في اليورو لعب قدام منتخب المانيا بطريقة تلاتة اربعة تلاتة اتوقع بكرة هيعمل كده مع منشين وهيلعب ثلاتة اربعة ثلاتة هيقوم رحل وجنب اه لاحب في حرس المرمى العادي والطبيعي وهو ناحية اليمين هيقوم منازل يعني تري بير او جيمس ناحية شمال لوك شو زي ما هو موجود نحي في نص ملعب زي ما هما كلفن فيليبس حيلعب بالسولاسي امامي هاريكين على الشمال وعلى يمينه حيلعب بساكا. ده التشكيل بالنسبة تسعين خمسة وسعين في المية زي ما قلت ناحية اليمين ممكن تري بير او جيمس. غير كده هي ده تشكيل بالنسبة تسعين 25% للمنتخب الانجليز. ده هو كوي. دي رؤيتي. هنشوف بكرة هيعمل ايه? هل هيلعب ب 4 2 3 1? انا اشك. انا اشك ان هو يعمل كده قدام منشيني قدام المنتخب اللي طولي. هيلعب بكرة ويتحفز بطريقة 3 4 3. منشيني هيلعب بكرة بنفس الطريقة بنفس الجيم اللي هو اللعب قدام به قدام منتخب الاسباني بطريقة 4 3 3 طريقة وصفتة دونورما في حراسة المرمى. قدامه تنسى التربكات الكابتانو كيليني وايه بانوتشي نحتى المين دي نورينزو نحتى الشمال اي ميرسون لهو بيعود غياب سبيناتزولا. 3 في نص ملعب هيلعب بفيراتي والعب بباريلا وهيلعب بجورجينيو. سوريسي امامي هيلعب ايموبلي كمهاجم على شماله هيلعب انسيني وعلى مينو هيلعب بكي ازا. صبح صبح يا عم الحاج لا سحر ولا شعوزها. يعني مين يخش في دماغه ان في فرقة بتلعب طول البطولة اربعة اتنين تلاتة واحد ما غيرتهاش بس الا قدام المانيا ولعبت بعد كده المرشين اللي وراه اربعة اتنين تلاتة واحد ويجي قبل المباراة اطلع واكلم اقول لا ان الراجل حيلعب تلاتة اربعة تلاتة وحيستحبه ويجيب ناحية ترمييا تربيير يا جيمس وده اللي حصل النهاردة. لا سحر ولا شعوزها. لا سحر ولا شعوزها قاري ساوس جيت وعارف هيعمل وعارف مجريات المباراة هتمشي ازاي توقعت ان المباراة مبارح في حلقة مبارح لما جيت قلت قلت ان المباراة هتمشي كنتحي بس من الرهبة تلعب الايطاليين ملعب وينبيلي ملعب كبير فيه مئة الف متفارج اول مرة اول مرة شوفوا حاجة زي كده لعبة كلها صغيرة ولكن يعني حصل اهتزاز اول ربع سافة في المباراة بيقدر المنتخب الانجليز جابت ولكن بعدها يعني مش مش هتكلم برضو انا برضو مش هتكلم نخش بالاحصائيات بعد المباراة ونشوف الاحصائيات كانت عاملة ازاي ما بين الفيديتين شوتس اجمالة تزديدات على المرمى تسعتاشر تزديده لمنتخب ايطاليا وستة لمنتخب انجلترا اجمالة تزديده انتارجت ما بين التلات خسيبات ستة لمنتخب ايطاليا اتنين هم اللي جوم لمنتخب الانجلترا منهم الجون اللي جابوه البوزاشة اللي ازي حوالي ستة بعيد 8 لمنتخب الانجلزي هنا وهو هنا خمسة هنا واحد وهتولف حل المباراة واكلم ده يبين الاكتساح الموجود لمنتخب الاطالي ويبين المنتخب الانجلزي كان مستحوز على مجرى المجرية اللقاء تماما هتكلم عن مباراة وحشرح المباراة وهتكلم عن المنتخب الايطالي ايه سر التفوق النهاردة وسر الفوز وليه انا يعني من اول البطولة يعني كنت مقتنع عاوي بالمنتخب الايطالي ده وايه السر يعني واحد زي منشيني ده يعني انا يعني يخليني انا كمحلل او مقتنع ديه بنسبة مليون في المية وانا يعني عمري ما رامية الفوطة بالنسبة لي او رامية المنديل وانا من اول البطولة وداعم للمنتخب الايطالي وعندي سقة مليون في الرجل ده هيجيب البطولة من اول يوم في البطولة ومن قبل البطولة ما تبتدي لان الرجل ده انا بحب حاجة اسمها ماشيني. انا نخش في اجواء الحلقة معكو الكابتان واحمد السيد لو انت لازم ما اشترك انزم سبس كراي في القناة وفعل سر الجرس ومما حاجة ايه اللايكات وانا شوفنا ده تحليل وفرحة لازوري الايطالي. زي ما شوفنا التشكيل مع بعض تشكيل منتخب الايطالي من اللي انا قلته مبارح هو هو بنسبة ما في المية. التشكيل منتخب الانجليزي هو هو كان مبارح بنسبة 99 في المية. التخيير الوحيد هو مكان ساكا مكان ماونت هو ده اللي انا قلت عليه. غير كده باقي التشكيل. هو هو تبسيدي المباراة. يعني انا يعني زي ما قلت يعني في رحبة في خوف عند لعيبة الايطاليين نازلين ارض الملعب اول ربع ساعة فيه اهتزاز نتيجة الشحن بقى والباور والجرينتا اللي عند الجمهيات الانجليزية والهوليجنز الانجليزي اللي كانوا ماليين ملعب وينبلي. لعيب التالي لعيبة انجلتراك نازلة متحمسة. هدف يعني سريع يجي عن طريق يعني وتخطيع كسية سيئة من دولورينزو. بيجي الهدف للوك شو. وقتها يعني انا بخوفتش انا ما قلقتش انا عارف وعندي ساكة اني ما نشيني لأ. هيرجع في رقيته واللعيبة حتى رجعتيني وان المباراة زي ما رجعت انا بار حولت الاستحواز والبوزيشن هيبقى اكتر للمنتخب الايطالي. بالفعل المنتخب الايطالي تسيط منجريات اللقاء تماما 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 بعد الهدف وبقى هو اللي بين الحركة. شرط الاول بس كان بيعيب المنتخب الايطالي كان بيعيبه مبطء الشديد. التحرك من غير كورة كان واقش جدا سلاسة لنص الملعب. ما كان دي في زيادة يعني سلاسة لنص ملعب كان خايت اكتر. سلاسة ملعب النور ده كان باريلا وكان جورجيني وكان اللعب فيراتي كانوا خايفين قوي يعني ما كانش في زيادة منهم مجمعية. بالتالي اصبح المهاجم الوحيد جزاء لوحده. كانوا خايفين ان فيه يعني يحصل نتيجة يعني السرعات الموجودة زي عند رحيم ستيرلينج زي عند هاريكين زي عند موت. كانوا خايفين اللعبة دي تمئر المنتخب الانجليزي. وده اللي كان بيعيب المنتخب الايطالي. السلسة ما كنتش شايفهم كان لازم في كل هاجمة تحصل للمنتخب ايطالي كان لازم يبقى في زيادة بيقى مساندة لأموبلي جونج جوة مطلة الجزاء. كان لازم في الوقت يروح ويسدد. خاصة التكتل الدفاعي اللي عمله كان لازم انت تفك الحاجات دي. يعني تفك الحاجات دي زي بالتحرك من جور كل المفاجئ. الوان تو والتسديد من خارج المنطقة. تلعب على ضربات السابتة. وتلعب على الكورنولات والفاولات. ولكن الشيطة اول انت مستغلتش الكلام ده. منشيل الشيطة التاني فهو اللعبة. يعني صح صحهم كده باللغة تكون عمل تغييرين ولا اجمل ولا احلى من كده. شايف زي ما انا قلت يعني اللعبة اللي هو خايف ما بيزدش جوه مطلة الجزاء مش عارك. في حاجة مش مظبوطة عن رغم ان العب موازل بحلو ايو. لكن ما كانتش بدوم بالدور الهجومي واللي كان بيطلب منه. على طول دي خمسين. ما نشيني تغيير جميل وقامل نزل لعبة كريستانتي طلب منه. يعني طلب صريح. قال له عايزك تزيد. عايزك تبقى جوه. تبقى جوه. وصل لتسعين في المائة للمنتخب اللي اتوال انجلترا ما جاتش. انجلترا بعد بقى يعني شوط الاول ما انتهم بعد الجنح يعني الهجمات المرتدعة يعني كانت بسيطة. ولكن شوط التاني ما جاتش تماما انجلترا في المباراة. انا مش عارف فعلة زي دي. انا مش مقتنع بي. انا ما بحبوش. بصراحة كورته. الرجم الاسماء اللي موجودة. اسماء حلوة. اسماء اللعبة. يعني مميزة. يعني كان زمان المنتخب الانجليزي كان في اسماء حلوة. واسماء طول عمرها كورة الانجليزية بتادي اسماء حلوة. زي الجيل العظيم جيل الزمان كان فيه كان فيه سكولز. بيكام. اوين. لعيبة مميزة كان معهم راجل يعني كوتش عالمي. كان كوتش كبير. كوتش سويدي. محنك كان عامل منهم شغل حلو. ولكن ما قدرش ان هو هياخد بيهم اي بطولات. ولكن كوتش كان كبير. كوتش كان صائع كورة. انا ساوس جيت ده الراجل يعني انا هاتكلم عليه بعد كلا في دربات الجزائي داي بكل ساوس جيت عليه وحتكلم عليه في ركلات الجزائي واللي عمله ليه وقت وليه وقت وليه حفلة عملها عليه في ركلات الجزائي نخش بعد كده في المباراة بيقدر المنتخب الايطالي بترجم الشغل الحلوة هو عمله بيجيب هدف طبعا عن طريق. يعني كورة مميزة من كليني يعملها فولو عليها بانوتشي ويحرز الهدف الاول للمنتخب الايطالي بعد Vietnam منتخب الايطالي. فاللحظة دي حاول ان هو يرجع تاني ويجيب الهدف التاني نجم المباراة. نجم المباراة كيازة. نجم المنتخب الايطالي. يعني الجواهيرجي الكرة الايطالية. للمباراة يعني التانية التالت الرابع على التوالي في اليورو ده بيعام اليورو مميز وره حلو. هو فكهت وكريزت المنتخب الايطالي. ولكن اصابته هي الاسارة بقى هجوميا على المنتخب الايطالي. لولا بس الاسابة اعتقد يعني كان المنتخب الايطالي كان هيترجم ويجيب الهدف التاني والهدف التالت وهيعزز تفوقه وتقدمه وسيطرته على مجريات اللقاء. اي حد يعني هيقول لي يا احمد انت جاحد لا انا مش جاحد. يعني مش عارة انتم في ناس ممكن تكون بتحب المنتخب الانجليزي بتعشق المنتخب اللي زول لكن ده اللي حصل في مباراة. انا بحلل المباراة. انا جايب لكم الاركام والاحسائيات. انا مش جايب الاحسائيات دي من عندي او انا جون بالاحسائيات الا بشطين. شطة منهم جاد هدف. طب هل المنتخب زي ده هل هو يعني او كوتش زي ده او اللعبة زي ده هل تستحق البطولة? كويس اصلا ان هما وصلوا يعني زي ما انا زي شرحت وقلت يعني السكة هي اللي ساعدت بس المنتخب الانجليزي مش اكتر. انا وجهت نظر لو كان المنتخب الانجليزي او منتخب الاسباني وقعه في طريق المنتخب الانجليزي كان ودع البطولة من زمان لانه كوتش سيء جدا ساوس جيت هتكلم عليه ولي حفلة هعملها ليه في ولكن زي ما قلت تمشي المباراة يعني انا هنا يعني من ساعة تغييرت كيزة يعني مننزل بعد كده نزل في نص ملعب برضو لكاتيلي ما كان في راتي المنتخب الانجليزي اوراق برضو ساوس جيت غير تدقى اللاعب بقى اللي نتجرق شوية اللاعب اربعة اين تلاتة واحد لما طلعت ونزل بعد كده قدام جرالتش واما عمل تغييرات كده قدام اه يعني مش عارف يعني تغييرات غريبة انا نزل بعد كده ساكا يعني تغييراته برضو كانت مبقى خارة ساوس جيت شوية تمشي المباراة روح يعني 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 كان فيه منوشات بسيطة من المنتخب الانجليزي برضو المنتخب الايطالي كان مستحوز على اللقاء ولكن برضو غيب كيزة ابن دياسكي برضو ما قدرش ان هو يعوده ينزل بعد كده برضو قدام بلوتي ويزبط حت الهجمية دي قدام بدل من اين سيني تمشي المباراة وروح هنا بقى قبل في حاجة غريبة حصلت قبل تبين ان ساوس جيت النهارده الراجل ده مش مدرب الراجل ده معلم شاورمة ليه لان انت عملت حاجة محملاش اي يعني راجل فاهم كرة او فاهم يعني بمدير او اي مدير فني ماسك فرقة انت النهارده يعني اه عملت تغييرة في الدقيقة كام تقريبا مية وسبعتاشر مية وطمانتاشر كده والحكم ادى تلات يعني تلات داية وقت بضل ضياع نزل راشفورد ونزل اه سانشو على حساب هندرسون على حساب على امل ان هما دول اللي هيجيبوا له ضربات الجزاء وزاس ان هما دول يعني ابطال العالم والعيبة ان هي دي اللي هتجيب يعني ضربات الجزاء وهتحطها ضربات الجزاء ملاش كبير محمد بوتريكا يعني في تحليله يعني قبل ضربات الجزاء والبنتيز قال لك يعني انا مش عارف الراجل انت بتعمل ايه يا رأي لابوتريكا بس يعني يعني حافظ على مشاعره عشان خاطر الجمهور وما رضيش يقولها صريحة لكن انا بقولها انت معلم شاورمة مش يعني مدرب كرة القدم. قالك انت زيتا ما حاجزك ايه ده? يعني انت مين اللي حط فعالك? انت تعمل تغييرة? يعني لسه فاضل اربع خمس دقايق وماتش لسه مقلص. وانت فكرت نفسك ان انت رايع على البينالتز. انت تنزل لعيبة زي دي. ولعيبة صغيرة. وتحط وتشيل لعيبة كبيرة. بوح لابز بورك لابز اندرسو. وتنزل لعيبة. يعني هل انت ممرنهم? هل انت محفزهم? ولو ممرنهم? ولو محفزة. لعيبة صغيرة. لعيبة زي راشفر. ولعيبة زي سانشو حرام. يعني انت حرقهم في الجيم زي ده في جيم صعب وقدام حارس عملاق زي ديناروما. وتخليهم يقفوا قدام ديناروما. حتى مهما كان برضو لضربات الجزاء ليها رهبة? انا لو انت مدير فاني فاهم. لو انت كنتش صايع لو انت كنتش محنك. لا انا خلي اللي هيبك كبار في ضربات الجزاء هي اللي تشوت. تضيع تضيع مش مش كلا. انا خلي اللي هيب زي هندرسون هو اللي شوت. لعيب زي يوركر هو اللي شوت. ليه لعيبت ايه اللي هيب خبرة. مش هيخاف. مش هيبي عنده رهبة من حارس زي ديناروما لما يخش مواجهة بينهم بينهم. مش هيخاف. لكن اللي هيب صغير تحرقه بمنزل زي ده. انت كفتاجي. انت يعني عجلاتي. انت بيع الشاورمة. تستحق اللي حصل فيك وتستحق العقاب اللي يحصل فيك. اللي اتنين يخش ضيعه. ويكفقوك على التغييرات اللي انت عملته لعيبتان. ويتقالك طبعا دونوروما في الضربة الاخيرة. وبيهدي اللقب الايطالي لمنتخب وايطاليا. مبروك لايطاليا. مبروك لكل عفشاء ايطاليا. مبروك للمانشيني. تحية خاصة للمانشيني. مبروك للراجل ده. الراجل ده استحق اعظم كوتش فيه البطولة سنة الفين واحد وعشرين عن جدارة وعن استحقاق. مبروك لكل محبين وعن شاكل الزوري الايطالي. تمانا ان تحليلاتي كلها في اليورو كون عجبتكو. كنت بجيب لكو يعني كنت باحل لكو المباريات. تمانا ان كل الحلقات اللي انا في اليورو عجبتكو كلها عاملا مShow بالليست مخصصة عندي على الكنة. تمانا تع toothش فيها كلها كل التحققات اللي انا قلتها اثناء المباريات و اثناء البطولة وحتى يعني قبل البطولة. والتشكلات الى القبل البطولة ومنتخبات المرشحة قبل بطولة كلها حصلت بنسبة مية في المية. بس دا كانت الحلقة معاكو الكابيتان واحمد السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.